السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شلونكم أخواني جمهورنا العراقي الرياضي الحبيب ساعات تفصلنا عن لقاء منتخبنا الأولمبي المصيري بصراحة البطاقة قبل الأخيرة قبل الأخيرة المتبقى أنه مباراتنا مع اندونيسيا بحيل الله أنه منتخبنا يفوز باشر وينهي الأمور ويذهب إلى باريس ويرجع اللاعبين اللي ينديتهم والملاك التدريبي يرجع يحضر يجتمع بالاتحاد ويتم التحضير للأولمبيات عاد وننتهي المغامرة بنجاح ويعني تكون الأمور طيبة إن شاء الله ناخذ المركز الثالث ونروح للأولمبيات باريس إن لا قدر الله خسرنا فهذا شي محبوط لكن أيضا يبقى تشانس أخير وإن كان صعب مع غينيا في فرنسا وإن شاء الله ما نروح لهذا تشانس وتروح بدلنا أندونيسيا آمين يا رب العالمين ما عندي موضوع أطرحب بس فقط شفت التصريح ناقل معرض الكرة العراقية الموحد اللي مقرب من الكابتن أركان نجيب المحلل المثير للجدل اللي أنا ما قابل بآراءة معظمها وليس جميحها ماكوا واحد ترفضه بالكامل ولا واحد قبله بالكامل لكن أنا شفت التصريح هل هم كذبوا ما أعتقد لي أن المعرض معروف وخصة بعلاقته بأركان أركان قايل يقولون أركان يقول أنه أسهل فرصة للعراق هي أمام أندونيسيا للتأهل إلى ألمبياد باريس زين السؤال شلون أسهل فرصة؟ شلون أسهل فرصة وأنت راح تلعب أمام أندونيسيا أندونيسيا لم تكن كما كانت أندونيسيا بالذات هذا منتخبهم أنت تعرف أنه أندونيسيا فازت على الأردن وأخرجت استراليا والأردن من المجموعة تمام؟ استراليا والأردن خرجوا من المجموعة زين؟ وعلى يد أندونيسيا ومن ثم فازوا على كوريا الجنوبية ومن ثم في دور الثمانية ومن ثم أمام أوزباكستان لعبوا مباراة بطولية وكانوا بالشرطة الأول متماسكين وجيدين ويعني ند ند مع أوزباكستان أوزباكستان اللي هي باتفاق جميع الآراء لحاليا أفضل إداء هي واليابان وأنا شخصيا مين لأوزباكستان لأنه ما استقبلت ولا هدف يعني صلابة دفاعية وراح تكون مباراة قاتلة طاحنهم واليابان والأوزباكستان اللي طبعا ضمن التأهل مع اليابان فشلون صارت السهلة هاي؟ شلون سهلة يا كابتن أركان؟ لو فقط لأن المدر براضي شنيشل هس نتفق نختلف مع راضي منتخبنا ما نقدم مع اليابان رغم أن اليابان معروف احنا متوقعين نخسر أشد المتفائلين توقع ونخسر بس أركان نجيب يقول أسهل فرصة أمام اندونيسيا؟ أتمنى أنه يطلع ويشرحنه شلون أسهل؟ يعني هس استراليا صارت صفر على الشمال وكوريا صفر على الشمال وقطر لا قطر صعدت يعني مو على اندونيسيا ما صعدت على قطر والأردن صفر على الشمال هذا منطق هذا؟ لا مو أسهل فرصة أبدا يا أركان غلطان أنت مو أسهل فرصة وأبدا مو أسهل فرصة لا فرصة صعبة بس بحيل الله لاعبيننا وملاكنا التدريب يتوفقون ويسعدون أنا يا أخواني دائما أقول صارت كل من هدب ودب يصبح محلل أنا نعم يمكن مو أشهر من أركان ولا شيء مسيرتي الرياضية من قياسه رغم أنه كان يعني احتياطه ولكن أنا رجال فقط على السوشل ميديا وفقط كاتب صحفي مو مو محلل واطلع بالفضائيات فما معقولة يعني ناس تطلع بالفضائيات حش السامع يطلح حشيهم بين قوسيا اللي هجتنا بالناصرين يقول السربت يعني لا تهيج الرأي العام يعني منتخب بلادك باجر يلعب مباراة مفصلية عليش هذا تهيج الرأي العام يعني احنا الناس هو نفس البعد عني هو يقوله بكندا عايشة أنا بأمريكا أنا نفس البعد أنا هم بعيد عنك وبعيد عن العراق بس أنا ما هيج الرأي العام تليش تهيج الرأي العام شباب اطفال وناس أكوا أكبار بس جهلة جاي يعجبون بيك كونكشنة لاعب احتياط بالطلب ويعتبرون كلامك صح وكلام الآخرين غلط أكوا بيهم مقتنعين أنه بكلامك رغم أنه هم يعرفون أنه اندنيسيا حتى أقوى من منتخبنا بصراحة يعني مرة يكتبون اندنيسيا أحق من العراق بالتأهل مرة يقولون هاي يسهل فرصة للتأهل ليش لين الجمهور حتى أكوا للأسف صحفيين شو يقول هذا اللاعب اللي يطلع بالتلفزيون وينمق ويضحك وما أدري شنه راح هو إياه شو يقول الثاني هم راح هو إياه لا اندنيسيا خيار صعب بس بحيال اللاعبين يتوفقون ويفزون وبطلوا هاي التصريحات اللي هي خاطئة يرحمنا ويرحمكم الله وبالتوفيق للعراق